اشتركوا في القناة 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 تكون بودرة خضرة تشبه للحنة لكن راي ما هيش حنة لملوخية تونسية حاجة بنينة برشا الناس اللي ما تعرفوهاش ننصحكم تجربوها لكن راي ما هيش حنة هي نبتة كما الحنة لكن مختلفة هي نكلوها لهني كما شفتوا صبيت كمية الزيت بش نزيد شوية زيت أنا لهني صبيت بالعين على خاطر مستنسن طيبها لكن انتم ما تتقيدوا بالمقادير 150 جرام ملوخية تستعملوا قدها مرة ونص تحطوا تقريبا 225 مليليتر مزيت 100 جرام ملوخية تحطوا عليها 150 مليليتر زيت نحركوها توا في البارد من غير ما نشعلوا النار نحلوها مليح بش يتحلوا كالكعابر اللي في وسطها ومن بعد بش نشعلوا عليها النار نحطوا عليها نار متوسطة نحطوا نقليوها وحنا نحركوا فيها لهني بعد ما حلناها في البارد نشعلوا عليها نار متوسطة وبش نقعدوا نحركوا فيها لازم نقليوها مليح قليوها على النار متوسطة وانتم ما تحركوا فيها حتى لي نتفوح منها ريحة بنينة لازمها تتقلى مليح هذيك هو سر البنة متاحة لكن نردوا بالكم تحرقوها لازم لونها يقعد أخضر إذا كانت تحرقوها راوي جيكم فيها طعمة المرارة في نفس الوقت كما شفتوا هاوكا حطي التنجرة أخرى تغلي بالماء من بعد بش نمرقوها بالماء سخون نقليوها مليح ونصبوا عليها ماء سخون يغلي كما نقلينا الملوخية مليح تقريبا تاخذ 3-4 دقايق في التقلية وانتم ما تحركوا فيها على نار قليلة تو بش نصبوا عليها كمية من الماء سخون بش نصبوا عليها إيتر تين ماء سخون يغلي وبش نزيد نصخن لها إيتر نكمل نصبها عليها في الإجمال بش نصبوا عليها 3 إيترات ماء 150 جرام ملوخية نصبوا عليها 3 إيترات ماء هذوكم هما اللي بش نطيبوها من الأول حتى لي نتحذر من بعض منيش نزيدها الماء جملة لهنا في المرحلة هذية تردوا بالكم الناس اللي بش نطيبوها أول مرة تصبوا الماء من بعيد على خاطر راوي يخرج منها بخار كبير نجموا تتحرقوا في ديكم لهنا كيف تصبوا الماء تشوفوا اللي هي عقادت لكن راي من بعد كي تغلي تعاود تتحل بش نزيد نسخن لها إيترات أخرى ماء وتو نخلي لكم المقادير مكتوبين تحت العنوان 150 جرام ملوخية عليها 3 إيترات ماء لهنا دا وشعلت الكانون المتوسط واخذيت لحديدة هذية هذية لحديدة اللي نحطها تحت الطاجين الفخار بش نطيب عليها الملوخية بش كي كتطيب في راحتها وما تتحرقش تنجموا تستعملوا الطاجين اللي طيبوا عليه خبز الملاوي ماذا بيكم ما تحطوهيش على الجاز مباشرة تحطو حاجة تحتها بش تطيب لكم ممليح في نفس الوقت ما تتحرقش أو كفجنب من غادي حتيت التنجرة تغلي بالماء قعد نغلي في إيترات أخرى بش نصبها لها ومن بعد بش نغطيها نخليها تطيب مدة ساعتين ونرجعوا من بعد بش نرميوا فيها الحم اللي فوحناه لهناي كملت صبيتلها إيترات ثلثة من الماء بش نوريكم القوامة متاحة كيفاش يكون تكون جارية في المرحلة ذيها أو كتحلوا كل كعابر اللي فيها معادش خاثرة كيما شفناها في الأول توا بش نغطيها عليها نخليوها تطيب على نارقليلة مدة ساعتين لازمها تطيب على راحتها ارجعنا تولي الملوخية خليتها طابة ساعتين طيبوها على نارقليلة لازم تطيبوها على راحتها بش تجيكم مبنينا الملوخية راي ما تحبش الزربة أو كنشحت من كمية الماء شوية توا بش نسقطو فيها الحم اللي فوحناه من قبل الحم تنجمو تفوحو حتى قبل بليلة وتبيتو في الثليجة وبش نزيد نغطي عليها تقريبا ساعتين أخرين على نارقليلة الوقت اللي طاب فيه الحم زبدة وانتوموا نوعية الحم اللي بش يستعملوها بش نرمي فيها زوسك عبيتة تماطم كعب تماطم تازجة تماطم ذيك الذوب في وسطها من بعد ما تقعدش ظاهرة وتعطيها بنا كبيرة زيتها مغرفة صغيرة تابلو كروية مغرفة صغيرة فلفلزينة حلوة شوية هريسة عربي وبش نزيد نحط فيها كمية الثوم اللي قعدتلي استعملت راس ثوم نحركوها شوية وبش نغطي عليها نخليك الحم يتيب زبدة هذه هي الملوخية متعنا طابة وحضرت من بعد ما حتيت فيها الحم خليتها زيت الطابة تقريبا ساعتين ونص حتى لنا الحم طاب زبدة ونحيتو حتيتو في صحاين بش ميذو بش جملة وخليت الملوخية زيت الطابة تقريبا نصيه في ساعة حتى لين قارت زيتها وتحصلنا عليها عاقدة بالشكل هذية هذية هي الملوخية التونسية كيفاش لازم تتحصلوا عليها تكون عاقدة وقار زيتها ولونها أخضر وريحتها فيوحة انودكم ومن شاهيكم وانتوما ونوعيت الحم اللي بش طيبو بيه الملوخية بالنسبة للكمية اللي طيبتها أقسمتها على زوز كميات الحم زيدة قسمتو على زوز كميات كمية بش ناكلوها من غدوة ان شاء الله والكمية الأخرى حتيتها في الكنجيلاتور نهارة اللي نشتهو بش ناكلو الملوخية نخرجها جوز تنسخنها عبارة طيبنها في وقتها جربوا الطريقة وبقدرة ربي ترحمولي على والدية حاجة سهلة وبنينا برشة وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم نتقابلوا في وصفات أخرين وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوينا فكم من لا كافية له ولا مؤوي ان شاء الله ربي دمع لنا وعليكم النعمة ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته